موسيقى هي الرواية اللي خرجت الإعلام في وقت مبكي الرواية دل الأطراف المدانية دل الأطراف المشتكية الآن أكيد بالتغطية ديلكم لأن الجلسة عالمية طرفعات سرية تم الاستماع للمتهمين تم الاستماع للمصرحين والدولة يميل القانونية أمام المحكمة بمعنى تزناء المرافعات دل الدفاع الآن تتغطيوا المرافعات دل الدفاع وكي تتضح لكم بكل تجرد نحن لا نصدروا هنا أحكام قيمة ولا نديروا تقييم المرافعات أو لأننا نحضروا على المراكز القانونية دي للموكلين دينا ولمؤذرين دينا باش نخلقوا رأي عام في اتجاحنا أو في الواحد المبدأ قلنا بأننا مغان نكون نخرجوش للإعلام ونخلقوا رأي عام من شأنه أن يؤثر على القضاء الآن بكل تجرد ماذا من الجلسة عالمية وتابعته المرافعات نقشنا مع المحكمة الجرائب المنسوبة للمؤذرين دينا نقشناها معهم نقاشا قانونيا وحاولنا أننا نوقفه على الواقع المنسوبة للمؤذرين دينا واش تتطبق على فصول المتابعة فالمرافعات الدفاع كلها قصمنا الأدوار بناتنا بطبيعة الحال في التنصيق ببناء هاي الدفاع دي للمنتهبين قصمنا الأدوار بناتنا هناك ما نناقش للمرجعيات الدولية في المجال دي لها الفصول المتابعة التي تتعلق بقانون محاربة العرفة بالنساء والصياقات الوطنية والدولية اللي اللي جاء فيها هناك ما نناقش حماية الحياة الخاصة وحماية المعطيات الشخصية وفق القوانين السارية للمفحول في البلاد هناك ما نناقش الوقائع وناقش الصريحات ولو نناقش وسائل إثبات هناك ما نوقف حتى ما اعتبرته النيابة العامة ربما قرائم ترجع كفة الاشتباه فكل هذا شي نقشنا نقشنا القانون نقشنا الجنح المنسوبة للمؤذرين دينا الرقل المادي دينا الرقل القانوني وشرعية الجريم والعقاب لأنها كانت مناقشة قانونية دقيقة جداً في بعض الفصول اللي كانوا موضوع المتابعة فهذا النقاش هذا من شأنه أن نجلل حقيقة في النيابة من شأنه أن يبين الكثير من التفاصيل تلك التفاصيل التي غابت منذ البداية عن وسائل الإعلام والأكيد أنكم الآن تتحضروا على الجلسة العلانية وقد تضحت لكم الكثير من الحق إذاً في النهاية كنحاول نشكركم على التغطية ديركم على الصبر ديركم أنكم قد تغطيتوا المرافعات دي اتفاع وطبيعة الحال المناقشات القانونية والمرافعات دي اتفاع يرافع الدفاع بتجرد وفاء اليمين لقصم المنين نحن نرافع بتجرد نحاول أن نصل إلى الحقيقة في الملف وأن يقضي القضاء في مواطن الحق هذا هو أو في ذلك القيم اليمينية الكونية للمحابات وبالتالي فإن هذا المرافعات دينا ستبقى الكلمة الأخيرة للقضاء فيها وشكرا لكم أستاذ مصبكتان ببعض التنقل أنا أتفاع تقييم ذي الوثائل الإثبات ولكن بالنسبة لي كنتم كإعلامي الآن فوقفتوا على هذا الحقيقة ووقفتوا على أن المجموعة من المصريحات اللي جام حضر الضبيط القضائينا ما تنقولش بأنهم صرحوا أمام الفرقة الوطنية بتلك التصريحات جاءت المحاضر تتضمنوا التصريحات ولكن لما جاءوا أمام المحكمة وجاءتوا محكمة اليمين القانونية والدواء وأفضوا بشاهدتهم نفاو أن تكون تلك التصريحات قد صدرت منهم هذا الشيء في التصريحات يعني تقال في الجلسة وهذا وقفنا عليه وهنا شرنا عليه في المرافعات بعدما ترفعت السرية شرنا عليه ووقفنا عليه وبطبيعة الحال نحن كدفاع نقوله بأن الشهادة بعد أداء اليمين القانونية أمام القضاء هي المعول عليها في الإثبات والتي تتقى إلى درجة أن تكون دليلا جنائيا وقررت محكمة النقد مستقرة في هذا الباب بحيث أن المصريحين في محضرة ضابط القضائية لا يمكن الاعتماد على تصريحاتهم والاكتفاء بما صرحوا به أمام ضابط القضائية دون مناقشة تلك الحجة الشفاهية وحضورين أمام المحكمة وبالتالي لا يمكن لقاضي الزجر أن يستند إليها دون أن يستمع عليهم كشهود بعد أداء اليمين القانونية فإن كانوا بعد أداء اليمين القانونية كيقولوا بأن هذه التصريحات لن تصدر عنها وكيقولوا تصريحات جديدة يجلون فيها الأساسية ذيالهم ويحترمونهم وينفور أنهم كونهم كان تعرضوا لشي استقلال أو ابتزاز من هذا النوع أو لأنه يزكي ولمتابعة فهذا أمر يعني كان مفاجئ جداً وعبرت على النيابة العامة في المرافعة يعني كان مفاجئ جداً وفعلاً يعطي مصار آخر غير الذي أريد لي الملف منذ البداية يعني ما بغناش الخرجون منذ البداية ومات هذك العنوان اللي فعلاً تدرمنه المؤذرين ذيالنا فالحقق من اللي كان ناقشوه ناقشوه المناقشة الحلمية راه هو أصلاً كان راه جيس مقابل نقاط ماشي النقاط مقابل الجنس وحلوها ماشي النقاط مقابل الجنس راه جيس مقابل نقاط هذا في حديثاته ما يعني فيه ما فيه حتى هذ العنوان اللي طغى فيه ماذا؟ لكن الحقيقة الآن الحقيقة بين تناية أو رقمي لف وفيه ما راجع أمام القضاء هذه الحقيقة الآن أما ما راجع منذ البداية طبيعي هالخطاب المظلومية رأيت بناه الإنسان أي إنسان مشتاكي رأيت بناه خطاب المظلومية ويصور راسه على عدوه ولكن الآن أشتو المرافعات أشتو بأننا راه المطالبتين ملاحظة المدني عندهم محاضر غيش من طرف أستاذ الكتابه وعندهم الإقصاء النهائي بقرار دي المجلس كلية وفي المرافعات أكيد بأنه يجلي الحقيقة وش جلسة النهائي؟ القضاء سيركون كلمته الفصل والقضاء هو في نهاية المطاف هو الملاب الأخير لجميع المطالبين الحق المدني للمتهمين وهو سيقرق كلمة الفصل وطبع حال أنا ذاك سنسمعه جميعا إنه سيتم المطاف بالحط لجلسة العالمية طبعا ترجموا تنسوا تشترقوا على الاشتراك في اليوتيوب ويتشترقوا على الفيديو كلمة الفصل الجماعي؟ ماتنسا وشتدي رجال وضغطوا الجرس وشتوصلكم جديد ترجمة نانسي قنقر